موسيقى لماذا تكون هذه الأعمال ولماذا تستمر بالضبط السبب بسيط التلفزيون يجب أن نفهمه أولا بأنه وسائل الإعلام الأساسية التي يجب كل بلد وكل دولة توفر عليها لأنه لديه نوعية التأثير يمارس على المتلقي وعنده وظائفة يقدم وظائف معروفة هناك ثلاثة العناصر وظائفة أولا الإخبار ثم التتقيف ثم الترفيه ولكن نرى هذه الوظائف بثلاثة لم يجزئين على بعضهم يعني يشتغلون ضمن واحد النساق ضمن واحد المنظومة لأنه في وسط التتقيف كان إخبار وحتى تحصل المتعة ويحصل الترفيه فهو يمكن يكون ناتج هذا الترفيه على خبر على تقافة على إحساس بأن هذا الشخص يستطيع أن يرتقي بالمدارك وبالوعي من مستوى إلى مستوى آخر أرقى لذلك يبقى يشعر بواحد النوع من المتعة وبواحد النوع من الإحساس بأنه أصبح شخص مهم لأنه تتقف تخبر وبالتالي تحصل هذا النوع بترفيه لذلك يجب أن نفهمه بأن هذه وظائف متصلة فيما بينها اتصال عضوي لا يمكننا أن نزق هذا لا يجب أن نفهمه بأن الترفيه هو فعل مستقل على باقي العناصر الأخرى بأنه يجب أن نضحكه يجب أن نستمتعه يجب أن نشعره بنفسنا بأن نمارس لعب عادي بسيط يمكن أن يكون بدون هدف وبدون يجدوه الترفيه مرتبط بتقافة وبتربية وبتكوين الدهن والعقلية وبالتالي فكل هذه العناصر مرتبطة مع بعضها ارتباط عضوي وتشتغل ضمن واحد المنظومة متكاملة ولا يمكن أن الواحد يمارسها إلا إذا كان على بينا وعنده طلاع واسع وعاميق بكل هذه العناصر الإخبار التقافة ثم الترفيه نتكلم الآن على شبكة البرامج التي تقدمنا ثلاثة القنوات المغربية الأساسية ميدي آن تيفي القناة الأولى والقناة الثانية يمكن نبدأ بالمنتوج الذي تقدمنا ميدي آن تيفي في الفترة ما قبل أدان المغرب وهي برنامج اسم ساعة قبل الفطور ما بغيش نتكلمنا على الإخراج والتقنية المستعملة في التصوير الديكور كل هذه الأشياء هذه أصبحت الآن بسيطة ويمكن أن نتوصل إلى تحقيقها بكل بساطة ولكن لي أساسي هو المحتوى هو المضمون هو الخطاب لأننا في هذه المرحلة محتاجين الخطاب الخطاب الذي يحاول يرقى بالمستوى ذي المتلقي ويساهم في إحداث واحد التأثير واحد الفعل داخله باش يساهم في البناء وفي التشييد ذي البلاد لأن نحنا راح كاللحظة بأن البلاد إلا ما كانوش ناس اللي هما مسؤولين على وسائل الإعلام واعيين بالمطبات والعوائق اللي كتحول دون تحقيق ذيك النهضة المنشودة راح ما غيمكنش أننا نساهموا مع باقي القطاعات الأخرى في الرفع من المستوى للأداء والإنجاز دير هاد الشعب الخطاب صراحة خصنا نكونوك نعرفه شنوه بغين نقوله لأنه لا يعقل أنه مثلا منشط فترة الدرواء يقول الناس ترانطان زبادان من فهمش شنوها ترانطان زبادان أو من فهمش أنه يبقى يتكلم مع الناس بوحد الأسلوب بوحد طريقة اللي ما تتعرفهاش على مستوى الخطاب ما هي فرنسية أو دارجة أو لغة عربية ما كيكونش واحد النوع من التناغم وأي شعب كي تكون عنده هوية والهوية بالأساس كتكون تمثلة في اللغة اللي تتخاطب بها مع الآخر لأن الإنسان منه كي يخلق وكي تزاد كي يبحث على طريقة باش يتواصل مع الحياة مع الطبيعة مع الكون مع الوجود باش يتواصل مع ذاته مع أصدقائه لذلك كي يبحث على مفردات على طريقة اللي يمكن يعبر بها وهذه المفردات كي يكون دخل في إطار واحد تناغم واحد تناسق لغوي اللي كي يتسم بنوع من الجمالية لأنه لا يعقل أنه واحد منشط غدي يجي وغدي بقي يقول مثلا أنا جيتي أكمبانيي إيرغ مع واحد المجموعات ديال الأصدقاء ودنسو الكو نوزفون واحد الأكسيدان اللي هي سيطي فريمان غراف أنا ما كنفهمش لأنني كنتحفظ عليه وإنما تنقول لاش غدي صلاح لاش غدي نفعل واش غدي ساهم في البناء ديال واحد الهوية ثقافية واحد الخصوصية اللغوية اللي يمكن من خلالها أننا نلقاوا إمكانية ديال التعبير على وجودنا بوحد طريقة سالسة متناغمة وفيها واحد النوع من الإبداع ومن الجمالية أنا كنظن خصنا نتابهوا لهذا الشي لأن البلدان والأمم الأخرى اللي عندها هوية هاللغوية كتحافظ عليها نتكلموا بالدارجة ما فيها بس ولكن دارجة ديالنا رأى عندها مفردات وعندها وحد المنظومة لغوية اللي يمكن من خلالها نعبروا على حاجيتنا على آراءنا على أفكارنا على مقتنعتنا وبالتالي بالتالي كنظن أنه كيخصنا أننا نتجاوزوا هاد المرحلة الأكين اللي تعتقد بأن هاد اللغة إلي استعملناها هي اللغة القريبة من عند المواطنين باش نقتربهم الهواجيس لهموم ديالهم من شغالات ديالهم أنا كنظن هاد هاد كلام مرضود عليه لماذا؟ لأننا في وسائلنا الإعلامية مثلا في نشرات إخبارية ماذا من اللغة نتكلمون؟ نتكلمون باللغة العربية ودائما عبر التاريخ ديال المغرب كانوا جدودنا وجداتنا وأمهاتنا كي تصنطوا الأخبار باللغة العربية ومع ذلك كي يشكلوا في الدهن ديالهم واحد الصورة على ذلك ما يتوقع في العالم من خلال هاد اللغة فإحنا ما يمكنش ننزلوا عند الناس سنقول لهم هاد الشي اللي انتم تستعملوه في الحياة ديالكم اللي الحياة فيها بعض الرداءات أننا غدي نكرسوا هاد النوع ديال الرداءة لا وسائل الإعلام كخصصها تساهم في الارتقاء في التوجيه ديال الناس نحو واحد المصار اللي إحنا بغينه